موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم ماكروسوفت أوفيس إكسيل في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض شوية مهارات جميلة جدا في الإكسيل لو عرفت المهارات دي هتبقى متمكن جدا في الإكسيل وهتحس إن الإكسيل اللي ده بقى لعبة بالنسبة لك تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز وهتبقى مستمتع كده وانت بتشتغل على الإكسيل وهتحس إن انت بقيت محترف فيه مش هنتطول عليكم وحلقة النهاردة هتبقى حالة صغيرة مش كبيرة ويلا بينا نبدأ مع أول مهارة معنا بس قبل ما نبتدي ياريت لا تنساش تعمل لايك للفيديو واللي بيشوفني الأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول أول مهارة عندي هنا هي حركة الانتر إيه حركة الانتر ديت لو أنا مثلا جيت ويفتع لأي خلية زي الخلية دي كده ودست انتر كده بالكيبورد إيه اللي بيحصل بتتنقل من الخلية ديت بتروح للخلية دي ولو دست انتر مرة تانية بتنزل بشكل إيه بشكل مندرك تحت بعض طيب لو أنا مثلا عايز لما اجي اف هنا وادوس انتر ما تنزلتش تحت تفضل واقفة في نفس الخلية زي ما هي يعني مثلا لو أنا جيت حبيت اعمل معادلة هنا قلت دي بتساوي الكمية في الساعة وجيت دست انتر طبعا هي نزلت تحت لأنا عايز لما ادوس انتر تفضل واقفة في نفس الخلية عشان ااخد كده المعادلة دي وانزل بيها على طول زي ما اتو شايفين كده طيب هنعمل الحركة دي ازاي وهنعملها ازاي أنا دلوقتي عايز لما ادوس انتر ما تنزلتش كده تحت زي ما اتو شايفين كده لا تفضل واقفة في نفس الخلية او ان أنا مثلا لما ادوس انتر بدل ما هي تنزل تحت بعض كده لا تتحرك بشكل مثلا ايه جهة الشمال كده لما ادوس انتر تتحرك جهة الشمال او لما ادوس انتر تاني تتحرك مثلا جهة الليمين او مثلا تطلع فوق بدل ما هي بتنزل تحت كده لا تطلع فوق بالشكل دو طيب ازاي هقدر اتحكم في حركة الانتر سواء خليها تنزل لتحت او شمال او لمين او فوق او تفضل وقفة في نفس الخلية اعمل الحركة دي ازاي طيب هنيجي هنا نخش على قائمة فايل ومن قائمة فايل هندوس على اوبشن ومن اوبشن هنختار هنا ادفانست ومن ادفانست هندوس على اول حاجة خالص هنلاقي متعلم عليها صح طيب لو انا شلت علامة الصح ديت ودست اوكي وجيت هنا حبيت اعمل المعادلة قلت دي بتساوي الكمية في السعر ودست انتر اللي حصل فضلت وقفة في نفس الخلية وقفة في نفس الخلية ما بتتحركش لفوق ولا تحت ولا شمال ولا المين طيب ناخد المعادلة دي كده ننزلها طيب انا دلوقتي لما بدوس انتر اهيه ما بتتحركش خالص طيب انا عايز لما دوس انتر تتحرك مثلا جهة الشمال او جهة المين هنعملها ازاي بنفس الطريقة هندوس على فايل واوبشن وهنيجي هنا على ادفانست وهاجي هنا على نعلم صح وهاجي هنا فيه سهم هيظهر معانا مكتوب داون دي الحركة الافتراضية بتاعتها لما بدوس انتر طبعا بتنزل اهيه لتحت خلية واحدة طب تعالي نفتح السهم دوت هنلاقي فيه كزا اختيار طيب لو دست انا مسلا هنا على ودست اوكي انا واقفة هو على الخلية دي ومجرد ان انا دوس انتر هنلاقي الحركة بتتنقل جهة الشمال زي ما انتو شايفين كده طيب لو انا عايزة تتحرك جهة اليمين خلاص انتو كده ايه عرفته هندوس هنا اوبشن وادفانست وهنيجي نغير ديت هنخليها وادفانست وادفانست ومجرد ان انا دوس انتر كده هنلاقي حركة الانتر بقت ايه بتيجي جهة اليمين ولو غيرتها خلتها اوب هتتحرك لفوق هندوس هنا ادفانست وبعد كده هنيجي هنا نختار اوب وندوس اوكي طبعا انا بعملها كده قدامكم عشان تشوفوا الحركات كلها سواء شمال او نمين او فوق او تحت زي ما انتو شاكين كده ودوس انتر بتطلع لفوق طيب تعال بقى نرجحها الحركة الافتراضية بتاعتنا نخليها دون هندوس فايل واوبشن وادفانست وهاجي هنا هنخليها دون بعد كده هندوس اوكي لو جيت هنا هتبقى هترجع تاني للحركة الافتراضية اللي كلنا متعودين عليها دي اول حركة معنا تعال نخش بقى الحركة التانية هنا الاختصارات ايه موضوع الاختصارات ده ايه موضوع الاختصارات ده ساعات كده في الاكسل بيبقى فيه كلمات او جمل متكررة دايما بشكل مستمر معنا زي مثلا التوقيع او الاسم مثلا من بدل ما اقعد اكتب في الجملة كذا مرة لان عايز اعمل اختصار مثلا ان انا ارمز مثلا ايه عايز اعمل توقيع مثلا هنا مجرد ان انا مثلا ادوس حرف ت من غير كده اللغة ادوس حرف ت ودوس انتر يطلع لي التوقيع كما انتم شايفين كده طب لو كتبت مثلا نيه ميم ودست انتر يطلع لي اسم المحاسب محاسب احمد محمد عالي اسماعين مغرض ان انا كتب حرف مثلا في اي خلية لو دست هنا حرف الميم ودست انتر هيطلع لي الاسم ولو دست هنا حرف الته اللي بيرمز للتوقيع هاجب لي التوقيع هو ده الاختصار اللي انا اقصده اختصار مثل هذا. مجرد ان اكتب اي حرف يديني اي جملة انا عايزها. طيب هنعمل الكلام ازاي. هنيجي هنا من فايل. هنختار option. وهاجي هنا اختار. بروفنج. ومن بروفنج هنختار هنا. auto correct options. بالشكل دوت. هنلاقي الاختصارات اللي كنت عملها موجودة هي. انا همسحها. هدلتها. وهدوس اوكي. عشان اعملها معاكو. من الاول خالص. طيب هنيجي كده هندوس فايل. انا دلوقتي عايز اعمل اختصار option. وبعد كده اختار. بعد كده اختار. بعد كده اختار auto correct options. وهنيجي هنا. هنلاقي هنا. في مربع هنا. ده للاختصار. انت طبعا بتحط الاختصار اللي انت عايزه. يعني مثلا لو انا قلت ايه. حرف الخا. مثلا. وجيت هنا. على عايز حرف الخا ده مثلا بيرمز. لخالد. محمد. احمد. فريد. ماشي هندوس هنا. اد. يبقى انا كده عملنا ايه? اختصار. طب. هندوس اوكي. وهندوس اوكي مرة تانية. لو انا جيت دست هنا مسلا حرف الخا. ودست انتر. هيطلع لي خالد محمد احمد فريد. طيب. ولو جيت اي اختصار انا بكتبه. لو دخلت على اي شيت او اي فايل تاني. مجرد انا دوس حرف الخا. ودوس انتر. هيكتب لي الاسم. بالكامل زي ما انتم شايفين كده. بدل ما انا قعد اكتب خالد محمد احمد فريد. وياخد مني وقت. لا انا بكتب بس حرف واحد. جرد ان انا كتبه بس كده. ودوس انتر. يراجعي ايه? كتب لي الاسم كله. عملناها ازاي مرة تانية. دخلنا هنا من فايل. ووبشن. وبروفينج. ووتو كوريكت اوبشنز. زهرت معانا هنا. لو عايز احط اي اختصار تاني. بحط اي اختصار. هنقول مثلا هنا حرف الميم. الميم دي مثلا بتمثل عندي ايه? اه محمود. احمد. محمد. ربيع. هنعمل هنا اد. عشان تنزل معانا في القموس بتاعنا. وبعد كده هندوس اوكي. بعد كده هندوس اوكي مرة تانية. لو جيت انا في اي خلية ودست حرف الميم ودست انتر. هيطلع لي محمود احمد محمد ربيع زي ما تشايفين كده. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل اختصار في الاكسل. مجرد ان انا حط حرف. يطلع لي الجملة اللي انا عايزها او الاسم اللي انا عايزه. نخش على المهارة اللي بعد كده. قبل ما نخش عليها بفكركم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. طيب. طبعا انت زي ما انتم عارفين اه الشهور سواء الميلادية او العربية زي ما انتم شايفين كده. لو انا مسلا جيت هنا مساحت الدول كده. لو انا جيت هنا كتبت يناير. ودست انتر. وجيت هنا سحبت كده من الموس لغاية اخر شهر. بيتنزولوا لي كده بالترتيب الشهور الميلادية. يناير فبراير مارس لغاية ديسمبر. وفي نفس الوقت برضو لو دخلت مسلا على الشهور العربية قلت مسلا هنا محرم. وجيت هنا وقفت على الخلية ديت وسحبتها للاخر. هتجيب لي بعيد الشهور. محرم صفر ربيع اول ربيع اخر. كما انتم شايفين كده. وبرضو الشهور اللي هي كانون الاول. لو جيت مسلا سحبتها برضو كده. لا يبقى فيه حاجة هنا. انا كتبتها غلط. معلش هكتب هنا. كانون الاول. لو جيت سحبتها كده. هيطلع لي كما انتم شايفين كده. كانون الاول كانون التاني شباط ازار نيسان ايار زي ما انتم شايفين كده. طيب. وفي نفس الوقت برضو لو جيت على ايام الاسبوع. لو كدبت هنا السبت. وجيت. سحبت كده. ايام الاسبوع كده من اول يوم السبت وانزلت بيها. هتجيب لي ايام الاسبوع بالترتيب زي ما انتم شايفين كده. ما حد يسأل نفسه العملية دي عملت ازاي. يعني ازاي انا اعمل حاجة زي كده. ان انا اعمل حاجة خاصة بي انا وتنزل بالترتيب زي كده الشهور وايام الاسبوع. زي ما انتم شايفين كده. يعني انا مسلا هنا اعمل ايه الاول التاني التالت الرابع لغاية العشر. هل مسلا لو انا جيت كده 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 سحبتها. هتنزل معي لغاية العشر. طبعا لا هتنزل كده الاول زي ما ايه زي ما انتم شايفين. انا عايز بقى اعمل حاجة خاصة بي انا. مجرد ان انا مسلا اكتب الاول يبقى هنا تنزل معي التاني التالت الرابع. زي الترتيب ده كده موام عمول. اعمل الكلام ده ازاي. وفي نفس الوقت برضو هنعرف الكلام ده اتعمل ازاي. طيب. هنيجي هنا هنخش من قائمة فايل. وهنخش اوبشن. ومن اوبشن هنخش على ادفانسد. ومن ادفانسد. هنيجي كده ناخد كده. ننزل تحت خالص. وهنيجي هنا. نطلع فوق شوية كده. عند الجنرال دي. عن مجبوعة الجنرال. هنخش هنا على اديب كاستم ليست. هتظهر معنا النافذة دي. لو لو حظته هنا هنلاقي ايام الاسبوع. والشهور هنا بالانجليزي. وبالعربي. زي ما انتم شايفين كده. وانا وقفت كده هنلاقي ايام الشهور هيت. والشهور العربي. وايام الاسبوع. طيب. ازاي بقى انا اضيف حاجة خاصة بي انا. زي دول كده الاول والثاني والثالث والرابع. هنيجي هنا عندي امبورت ديت. في هنا مستطيل كده هنقف عليه. وهاجي اعلم على دول كده. طبعا همجهز الحاجة قبلها. وهاجي اخدهم كده. اعلم عليهم. وبعد كده هدوس هنا ايه امبورت. وبعد كده هدوس اوكي. وبعد كده هدوس اوكي مرة تانية. كده انا عملت الكلام دو. طيب لو انا جيت هنا. وكتبت هنا الاول. ودست انتر. وجيت وقفت عليها. وسحبتها زي ما بسحب الشهور كده. هيطلع لي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس زي ما انتم شايفين كده. يبقى انت تقدر تعمل حاجة خاصة بيك انت. انت عايزها حسب شغلك. بحيث ان انت لما تيجي تكتب اول اسمها تنزل معاك ايه بالترتيب. وخلي بالكم لو انتم وقفتم في اي شيت او فتحتوا اي ملف جديد يعني دخلنا كده على الشيت الاولاني خالص. وجيت هنا كده ساعدتها. هتظهر معاك زي ما انتم شايفين كده. انت عملت حاجة كده استنبع زي ايه شهور السنة. بقت ثابتة معاك. وطبعا لو عايزين نمسحة بنخش بنفس الطريقة. فايل واوبشن. وبنيجي هنا على ادفانسد. وباجي انزل تحت خالص. لغاية الجنرال ديت. وبنخش هنا على ادفانسد. وباجي هنا على الاول والتاني والتالت راب مجرد ان اعلم عليها بس كده. واعمل ديليت من هنا. مجرد ان اعمل ديليت كده. ودوس اوكي. هي كده خلاص. اتمسحت. وبعد كده بادوس اوكي. ودوس اوكي مرة تانية. هنخش على المهارة اللي بعد كده. انا مثلا عندي جدول زي دوت. في معادلات مجرد ان انا حط السعر مثلا. وحط هنا الكمية. ودوس انتر. بيطلع لي القيمة على طول. زي ما انتم شايفين كده. لو قررت مسلا السعر قيمة في كده الصنف. طبعا القيمة بتظهر معي زي ما انتم شايفين كده. طيب. لما حط شنع قيمة او سعر هنا زي الخلايا اللي انتم شايفينها ديت. طبعا النتيجة بتطلع عندي صفر زي ما انتم شايفين كده. طيب. لو انا عايز الغي الصفر دوت. مش عايز الصفر ده يظهر معي. نلغي الصفر ازاي? لان كان سؤال بلي كده. عايز نلغي الاصفار بتاعت المعادلات ديت من الجداول اللي عنده. طيب. ازاي نلغي الصفر دوت. هنيجي هنا من فايل. ومن اوبشن. وهنختار هنا ادفانسد. وهاجي هنا ان الشيط بتاعنا اسمه ايه? اسمه زيرو. هنلاقي اسم الشيط دوت موجود هنا. هننزل كده. هننزل تحت كده لغاية ما هتلاقي اسم الشيط اهوة زيرو. وهتلاقي هنا شو ازيرو انسل زات هاف زيرو فاليو. لو شلت علامة الصح ديت. ودست اوكي. هتلاقي الاصفار اتشالت. طيب. معنى كده لو انا جيت كتبت مسلا السعر هنا. وحطيت قيمة هنا. ودست انتر. المعادلة هتشتغل برضو عادي جدا. بس هنا الاصفار بتاعت المعادلات مش زهرة. اهو لو حطيت اي سعر وحطيت اي قيمة كمية. ودست انتر هتلاع لقيمة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. يبا احنا كده عارفنا ازاي ننغي الاصفار من المعادلات جوه الجدول بتاعنا. طيب. طيب. في شوية مهارات برضو كده هنعرفها مع بعض. هنيجي هنا على قيمة فايل. واوبشن. وادفانسد. وهاجي هنا. هنزل تحت كده. لحد ما نوصل لي. الشيط بتاعنا اللي هو اللي اسمه زيرو. اللي انا واقف فيه. الشيط اللي انا واقف فيه اسمه زيرو. فهنلاقي الاسم موجود هنا هو. شايفين هنا الشيط. فيه هنا من فوق كده الاعمدة. اي بي و سي و دي. وهنا السطور اللي هي واحد اتنين ثلاثة اربعة. لو انا عايز اخفي الاعمدة والسطور ديت. هنلاقيها هنا هي. شو رو اند كولوم هيدرز. لو انا شلت علامة الصحة ديت. ودست اوكي. هنلاقي الحروف والارقام كلها اختفت. طب لو عايز ازهرها تاني بنفس الطريقة. فايل اوبشن ادفانسد. وهاجي على اسم الشيط بتاعي. وهنحط عليها علامة صح. وهندوس اوكي. وطبعا لو عايز ازهر الزيرو هنعلم علامة صح على الزيرو ديت. هندوس هنا اوكي عشان نظهر ايه الاعمدة والسطور. زهرت معانا هنا. طيب. طيب. فيه تاني لو دوست هنا في فايل واوبشن. وادفانسد. وجيت هنا. على. الديس بيلي. لو انا مثلا عايز اخفي شريط الصيغ اللي هنا. اللي هو اسم الفورميولابار. اللي انا عايز اخفي الشريط دوت. هاجي هنا. مكتوب هنا ايه? في مجموعة الديس بيلي. هنلاقي شوق في ميولابار. لو عشلنا علامة الصحة ديت. ودوسنا اوكي. هنلاقي الشريط ده اختفى. طيب. عايزين نظهره. ساعت مسلا ايه? الشريط ده بيختفي من عندكو. وبيبقى ايه? الواحد مش عارف ازاي يظهره. طيب. هنيجي هنا من فايل. وابشن. وادفانسد. وهاجي هنا على الديس بيلي. مجموعة الديس بيلي. ندور عليها. اللي هي هيت. هنيجي نعلم صح على الشوق فورميولابار. وهندوس بعد كده اوكي. هنلاقيها ظهرت معنا. طيب. لو انا عايز اخفي مثلا. السكرول بار دوت. واللي تحت دوت. لو انا عايز اخفيهم. مش عايزهم يظهرهم. او مثلا. او مثلا. لو انا عايز اخفي الشيتات ديت. نخفيها ازاي? هنيجي هنا من فايل. وابشن. وادفانسد. فيها مؤظم الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها. كلها في الشيتات ديت. طيب. هنيجي هنا. هنا اسم الشيت بتاعي او اسم الملف. الملف عندي اسمه بوك وان. هنلاقي هنا شو هوريزنتالي سكرول بار. وشو سكرول بار. دول الاتنين دول. اللي هي الشريط دوت. والشريط اللي على الشمال دوت. والشريط اللي تحت دوت. لو انا شلت علامة الصحة من هنا ومن هنا. ودست اوكي. اللي اتنين هيختفوا. زي ما انتم شايفين كده. طيب. عايزين نزهرهم تاني. يبقى من فايل وابشن. وادفانسد. وهنيجي كده على اسم الملف نفسه. اسم الملف هوت. اللي هو اسم الملف عندي. انا عليهم. وهندوس اوكي. هيظهرهم مرة تاني. طيب. لو انا عايز اخفيه التبات ديت. الشيطات دي عايز اخفيها. هنيجي هنا من فايل. وابشن. وادفانسد. وهاجي هنا على اسم الملف برضو. اللي هو البوك وان. وهاجي هنا هنلاقي شو شيت تابس. هنشيل علامة الصحة ديت. وهندوس اوكي. هنلاقي الشيطات كلها اختفت. ما فيه الشيطات زهرة خالص. ساعات برضو ايه الشيطات بتبقى مخفية. من عندك كده بنوع الخطأ او انت مش عارف ازاي تظهرها. طيب. عشان نظهرها مرة تانية. فايل وابشن. وادفانسد. وهاجي هنا. على اسم الشيط. بوك وانهوت. هنعلم صح على شو شيت تابس. وهندوس اوكي. هيظهروا معي زي ما انتم شايفين كده. يبقى الطريقة ديت اللي عايز يخفي التبات. او اللي عايز يزيونه بالطريقة اللي احنا شرحناها دلوقتي. طبعا فيه حاجات كتيرة عشان اشرح الحاجات دي كلها. هتاخد مننا وقت كبير جدا. انت بقى ممكن تفتح الحاجات دي كده وتوقت تجرب واحدة واحدة كده وترجحها مرة تاني. تشوف كده لو شلت علامة الصحة او حطيت علامة الصحة ايه اللي هيحصل بالزبط. لان فيه طبعا اختيارات كتيرة هنا جدا. زي مثلا هنا راية تو ليفت او ليفت او راية تو راية. طبعا ايه الافتراضي عندي راية تو رفت. لما تتجي تفتح شيط اكسل جديد او ملف اكسل. طبعا اتجاه الكتابة. اتجاهها عندي هنا من الليمين للشمال. في ناس تانية تحبها ايه او ما تفتح تغير من الشمال للليمين. هتبقى من الاختيارات ديت. الديفولت دايريكشن. هنكتفي باللي احنا اخدناها كده النهاردة. ادامنا تكون حلقة النهاردة عجبتكو. ياريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو واللي بيشوفني الاول مرة. يامل اشتراك في القناة. وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.